بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة الأخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم مع بعض كده في معلومة جميلة جدا جدا المعلومة دي كشفها لنا الإسلام من يعني أكتر من أربعتاشر قرن مضت وسبحان الله الإسلام بيكتشف من قرون اللي الناس أو العلماء بيكتشفوه في الأسور الحديثة المعلومة عن ليه الديك بيشوف الملائكة أو الملك يعني وليه الحمار أعزكم الله بيشوف الشياطين في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم سياحة ديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فاستعيزوا بالله فإنه رأى شيطاناً الرسول عليه السلام قال المعلومة ما كانش حد يعرف إيه السر في أن الديك ممكن يشوف الملك وإيه السر أن الحمار عزكم الله بيشوف الشيطان العلم اكتشف أن القدرة البصرية للكائنات بتختلف الإنسان بيختلف قدرته البصرية عن قدرة الحمار عزكم الله والديك القدرة البصرية للإنسان أضعف من القدرة البصرية للديك والحمار فبالتالي الحمار بيشوف كل ما هو تحت الأشعة الحمراء يعني الأشعة تحت الحمراء بيشوفها الحمار فبالتالي الشيطان هو جن والجن أو الجان مخلوق من نار والنار هي من الأشعة تحت الحمراء فبالتالي الحمار القدرة البصرية ليه بيقدر يشوف اللي هي الأشعة اللي هي تحت الحمراء فبالتالي بيشوف الشياطين كمان اديك القدرة البصرية عنده بيشوف الأشعة فوق البنفسجية والأشعة الفوق البنفسجية دي هي تعتبر ضوء والملاك أو الملك مخلوق من نور فبالتالي ان الديك بيقدر يشوف الملايكة لأن الأشعة الفوق البنفسجية بتكون تحت قدرة الجهاز البصري للديك فبالتالي لما بيشوف الديك وبيصيح الديك بيكون في الوقت ده شاف ملك وبالتالي رسولنا الكريم أخبرنا ان لما يكون في ملك بندعو الله أو نطلب من الله بالدعاء يعني لعل الله يستجيل ولما يكون الحمار أعزكم الله لما بيشوف الشيطان يعني لما بنسمع احنا كبشر نهيق الحمار بنستعز بالله من الشيطان الرجيم لأنه في الوقت ده بيكون شاف شيطان موجود حتى من تفسير الكلام ده كده العلماء بيقولوا ليه دايما الشياطين مش بتتواجد في وجود الملائكة بيقولوا مع التحليل يعني ان القدرة للأشعة البنفسجية او اللي هي الأشعة الفوق البنفسجية اللي منها الملائكة لما بتتواجد مع الأشعة الحمراء او تحت الحمراء اللي هي بيكون خلوق منها الشياطين بتتلاشى الأشعة تحت الحمراء في وجود الأشعة فوق البنفسجية فبالتالي لو توجد الشياطين مع الملائكة بتتلاشى الشياطين وبتتواجد الملائكة فكانت معلومة جميلة جدا انه لما الحمر بيشوف شيطان وينهق يعني كده عزكم الله يعني بيكون هو شافه وليه لما اديك بيقدر يشوف الملائكة كانت معلومة جميلة حبيت بس اقولها لحضراتكم وهي معلومة مفيدة بكل تأكيد ارجو ان يكون الفيديو افاد حضراتكم ولو بمعلومة وان شاء الله يكون لنا لقاء قادم في الفيديو جاي ان شاء الله اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة